موسيقى هو يعمل على تصغير المسامات ويجعل الماكياج مثبت لفترات طويلة جدا ويسهل عملية مد الفونديشن يعني الفوندوتين كريم الأساس على البشرة ويوقف الإفرازات الدهنية ويمنع تكتل بقعة الفونديشن على الوجه يجعل مظهر الماكياج جميل لفترة طويلة وجثاب هناك شريحة كبيرة من النساء لا يستخدمنا البرايمر على البشرة قبل وضع الماكياج اليومي يمكن لعدم معرفتهن بأهمية البرايمر أو السبب هو الخلط بينه وبين كريمات الأساس أو الكريم المرتب البرايمر هو مستحضر كريمي يطبق على البشرة بعد الكريم المرتب وقبل كريم الأساس له فوائد رهيبة على البشرة يعمل على تنظيم إفرازات الدهون الطبيعية داخل حالية البشرة ويساعد على تثبيت الماكياج لفترة طويلة من دون السيلان يمنح البشرة أكثر نعومة لأنه يساعد على ملء الخطوط الدقيقة وتشققات البشرة التي يسببها عدم ثبات الماكياج البرايمر يساعد على حماية البشرة من الالتهابات ضروري لصاحبات البشرة الحساسة استعمال البرايمر لتجنب حساسية البشرة والالتهابات والحكة والبثور ضروري البرايمر يكون من مركة أصلية لأنه الوجه ممنوع نضع له كريمات رخيصة الثمن احرس على وضع البرايمر قبل الماكياج لهذه الأسباب لأنه البرايمر يحمي البشرة من سموم الماكياج يعتبر حاجز بين البشرة ومسامها وخلاياها والماكياج هو حاجز بينهم هناك برايمر لدائرة العيون وهناك برايمر للبشرة يعني ضروري من إدخال هذا البرايمر لدائما نحكي عليه في وصفاته في روتين ماكياجنا اليوم هو لأنه يمتص دهون البشرة ويقلص حجم المسامات بشكل مؤقت مما يجعل الفونديشن يظهر كأنه طبيعي على البشرة تتعرض للجفاف لا يسبب الجفاف للوجه هو يمتص دهون البشرة ويمنحك وجه مات ويقوم بترطيبها من الداخل ويبقيها صحية ومشرقة يعمل على تثبيت الماكياج بطبقة عازلة هو الدرع حماية للبشرة من العوامل الخارجية مثل الغبار الذي يتجمع داخل المسامات والذي بدوره يتسبب في حب الشباب والتهابات البشرة طريقة استعماله أولا بعد تنظيف البشرة وعملية تقشير خفيف سواء بغسولك اليوم العادي ضعي ملعقة حليب مجفف مع ملعقة ماء الورد خليطيهم جيدا أفركيهم على البشرة فرك ناعم بطريقة دائرية وبعدها اغسلي الوجه جيدا بالماء الدافي وكرر العملية بالماء البارد رشي التونر الخاص بك او ماء الورد او اي مغلى من مغلى الاعشاب المغذية للبشرة ثم ضعي الكريم المرتب الخاص بك اي نوع عندك بعدها ضعي واقي الشمس اولا استخدمي البرايمر الخاص بدائرة العيون انا لا اعمل دعاية للمركات لكن انا هذا المفضل عندي برايمر دائرة العيون من ماركة فلوغمار ممتاز ضعي منه نقاط خفيفة طبقيه على الجفون العلوية يعني على دائرة العينين كاملة واتركيه لدقائق واستعملي بعده مكياج الجفون العلوية طريقة هذه حتحمي الجفون والعيون من اثار وسموم المكياج وفي نفس الوقت وتعطيك منظر عيون جميلة والشبابي عندي هذا من ماركة ليراك ممتاز يعني برايمر دائرة العيون هذا وانتم شوفوا الماركات المناسبة لكم اهم حاجتكم ماركة اصلية لان البشرة حساسة لا نضع لها الماركات الرخيصة من اجل مصلحتها من اجل حمايتها من التجاعد قصوصا اللواتي استعملنا المكياج يوميا لذلك يأتي دور برايمر البشرة بعد الكريم المرتب وواقع الشمس ضعي طبقة منه على الوجه نقاط في الخدود وفي الزقن والجبهة ومرره بلطفة على الوجه كامل مهدى دائرة العين وبعده ضعي كريم الاساس عادي على كل الوجه طريقة هذه تجعل كريم الاساس ينتشر بسهولة في الوجه ويبقى لمدة طويلة والبشرة تبقى مرتبة ناعمة لا تجف والماكياج يبقى مثبت جربوه اخواتي البرايمر اخواتي ادخلوا البرايمر الى قائمة مستحضراتكم التجميلية اليومية هو عازل بين البشرة والماكياج أنا بشرة يجافة نستعمل ماركت ماستر كريم من ميبلين نستعمل ماركت فلوغماغ استعملوا الوصفات الطبيعية من الماسكات والخلطات لحماية البشرة وتكون اقتصادية من المنزل اشربوا لترين من الماء يوميا ضعوا الزيوت المناسبة للبشرة سيروم المناسب للبشرة واقي الشمس يكون نوعية جيدة لحماية البشرة من الأشعة ما فوق البنفسجية وايضا البرايمر او كريم الاساس ايضا لضروري تكون ماركة مليحة لانه هذا رح ينعكس على البشرة وما تنسوش ازالة الماكياج قبل النوم والترطيب البشرة بالزيوت الطبيعية والكريمات الطبيعية نشكركم اخواتي على الدعم نشكركم على التواجد الجميل في قناتي وما تنسوش تشتركوا في قناتي الثانية everything with heba وتابعوني على الانستغرام وصفحتي على الفيسبوك وان شاء الله في مزيد من الوصفات الفعالة لقود شكرا بزاف بزاف والى اللقاء سلام